بسم الله الرحمن الرحيم طالبات العزيزات أصعد الله أوقاتكم اليوم درسنا عن الحموض النووية عرفنا سابقا في العاشر أنواع الحموض النووية طبعا عندي نوعين من الحموض النووية وهي DNA والRNA كمان حاملات الطاقة عندي ADP وATP بتتكون من نوكلوثيدات يعني الDN والRNA بتتكون من نوكلوثيدات والADP والATP بتتكون من نوكلوثيدات الفرق بينهم أنه الATP والADP النوكلوثيدة تعتقدها فقط القاعدة النيتروجينية اللي فيها الأدينيس فقط نيجي نتكلم الآن عن تركيب النوكلوثيدة في الATP طبعا الATP ATP يعني ADONESINE TRY FUSFATE أو ADONESINE ثلاثي الفوسفات لحظ الشكل الأمامي بحيث عندك ثلاث مجموعات فوسفات واحدة انتين ثلاثة مرتبطة بسكر رايبوزي خماسي طبعا إذا لحظت أنها مربوط مجموعة الفوسفات في ذرة الكربون رقم خمسة اللي فوق لو بنا نجي نعد من اليمين من اليمين واحد اتنين ثلاثة أربعة واللي فوق خمسة إذا مجموعة الفوسفات مربوطة بذرة الكربون رقم خمسة وعندي على اليمين اللي هي القاعدة النيتروجينية الأدينيين اللي بتتكون من حلقتين تمام هذا تركيب الأدونيسين ثلاثة الغسفات نجي نلاحظ في الشكل عندي هذا الديأنين لو لاحظتوا أنه الديأنين سلسلتين مزدولين على بعض ملاحظين أنه القاعدة النيتروجينية مختلفة إذا كان فيه على اليمين سلسلة الأولى بالتمام الثاني إذا أدينيين بيتميمها ثانيين إذا سيتوسين بيتميمها إقواني نجي على اليمين لاحظوا السلاسل كيف ستكون السلسلتين حتى ترتبط قاعدة النيتروجينية بالنص زي ما أنتم شايفين يعني الأدونيسين بيترتبط مع الثايمين والسيتوسين مع الليقوانين الرابطة لبين الأدينين والثايمين رابطة ثنائية هيدروجينية أما الرابطة بين السيتوسين والليقوانين رابطة ثلاثية إذا لاحظتوا السلسلة العليمين السكر فيها مقلوب لأنه لو ما قلبنا عملناهم التنتين بنفس الاتجاه مش حيرتبط القواعد مع بعض هتلاقي السكر القاعدة الأولى عكس الثانية إحنا في توجيه هتأخذوها بتكون وحدة منهم اللي على اليمين اتجاهها خمسة ثلاثة والثانية ثلاثة خمسة وهذا تعرف عليه السنة اللي جاية هذا التركيب اللي هو أو النيكلوتيدات اللي موجودة وانتوا بتلاحظوا أن النيكلوتيد بتكون مجموعة فسفات وسكر وقاعدة نيتروجينية هاي فسفات سكر قاعدة نيتروجينية وهكذا بتظلها السلسلة تمشي على الطول نيجي في عندي أسئلة وبالي ما العناصر الأول من العناصر المكونة لهذه المركبات العناصر المكونة إلها تربون اكسجين نيتروجين نيتروجين فسفور سعاد الثانيي بقول لي مما يتركب لنيكلوتيد في كل منهما طبعا في النيال سكر ريبوزي وفي الار ايال ريبوزي بس في النيال سكر ريبوزي منزوع الأكسجين عدد الزرات فيه خمسة في الار ايال غير منزوع الأكسجين سؤال أربعة بقولي أين ينتج كل منهما؟ طبعاً الـ DNA بيكون في النواة أما الـ ATP موجود في السيتوب لازم داخل الميتوكندرية داخل الميتوكندرية شو أهميتهم للكائن الحي؟ الـ DNA بنقل الصفات الوراثية للأجيال أما الـ ATP تزويد الخلية بالطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية هيك بنكون حلينا هذه الأسئلة الخمسة نشوف اللي بعدها بقولي تعمل حاملات الطاقة حاملات الطاقة اللي احنا حكينا ATP أو ADB ATP أو ADB كلها حاملات طاقة أي تحمل طاقة يعني إذا فكرتناها بنحصل على طاقة طب شو فايدة هذه الطاقة تعمل هذه على تزويد الخلايا بحاجتها من الطاقة للقيام بالعمليات الحيوية المختلفة زي إيش عمليات حيوية؟ يعني نبدأ تبنى مركبات تنطق المواد حركة الأعضاء مثلا ممكن يعني بعض المركبات وكل المركبات زي إحنا حكينا اللي بتتم داخل الخلايا محتاجة إلى طاقة حركة كمان الكروم سومات الخيوط المغزلية طيب كيف إذا بدنا نحصل على الطاقة؟ إذن معنى ذلك لنفكيك جزء عندي مثال لتفكيك جزء بتفكك في الأول الـ ATP إلى مجموعة ADB ADB يعني يعني مجموعتين فوسفات لأنه الـ ATP كان ثلاثة فقد واحدة من الفوسفات صار اتنين طب وفي المقابل اللي بتطلع عليه كمان طاقة مقدارها سبعة وثلاثة من عشرة كيلو كالوري لكل الموت طب ممكن يرجع أنتم لاحظوني من السهم فيه مرة على اليمين ومرة على اليسار إذن معنى ذلك ممكن استخدم الطاقة في ربط الـ الفوسفات مع الـ ADB عشان يرجع يتكون للـ ATP مرة أخرى طب الـ ADB اللي طلع ممكن أفككهم كمان مرة أممكن يتفكك بنقول ADB بتفكك إلى AMB AMB يعني أدو نفسين مونو فوسفات يعني أحادي الفوسفات وأيضا بتطلع مجموعة فوسفات وطاقة مقدارها سبعة وثلاثة من عشرة كيلو كالوري لكل مون هيك هادو بفككها بمرحلتين ممكن أفككها بمرحلة واحدة لو أنا بدي أعمالها بدي أقول بدي تحول إلى AMB إذا بدي طلع لمجموعتين فوسفات اللي طلعوا هادول وأجمع الطاقة اللي هي سبعة تلاثة من عشر سبعة تلاثة من عشر بطلع أربعة عشر وستة من عشر هادو اللي بديك تعملي مرة واحدة آآ الآن الـ ATB هادا كيف هي ينتج في الخلايا ينتج من خلال عمليتين مهمات اللي هم التنفس الهوائي والتخمر التنفس الهوائي يعني اللي بتم بوجوده الأكسجين بتكون فيه كل كائنات اللي بتتنفس الأكسجين أما التخمر بعض الكائنات اللي بتحصل على الطاقة وبتكون الطاقة بغياب الأكسجين كيف بكون خلصنا هادا الجزية وهي بسيطة ومش كبيرة وإن شاء الله بتكون استوعبتوها وفهمتوها وإلى لقاء مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر